كل صراحة هناك من حارب المؤتمر للأول بدعوه بأن الليبيين لن يجلسوا على طاولة واحدة ويقيموا حوار ليبي ليبي فهل ترون هناك جدوى من الحوار الليبي الليبي لخرج من الأزمة الأنية؟ بسم الله طبعا هو الحقيقة المؤامرة التي حيكت على الليبيين ومنعهم من الاجتماع قرار مجلس الأمن 21-74 يقول أن الحوار الليبي بقيادة ليبية وإشراف أممي ولكن للأسف تم سرقة هذا المجهود ومن خلال المؤامرة التي أحيكت وخذت هذه التسريبات التي جعلت التي رأيناها في بعثة الأمم المتحدة والبداية الغير موفقة للمبعوث الأمم الجديد الذي كان من مفترض فيه حتى تصريحاته وخروجها على الإعلام كان من مفترض فيه لا يصرح هذه التصريحات تقصدها كوبلر كوبلر لا يصرح بهذه التصريحات التي جاء بها وهو يقول يعني بدلا من أن يقول جاء ليستمع إلى أطراف الحوار في ليبيا وأطراف المشكلة في ليبيا لتحديد الخلل الذي وقعوا فيه المبعوث السابق لكي يقوم بالإصلاح رأيناه ما زال يتمادى وبالأمس أرسلنا رسالة في مسودة جديدة لا تغيير فيها هل ترون كمؤتمر وطني عام أو لجان للحوار بأن المبعوث أو الوسيطة الأمم الجديد يسير نفس مسار الوسيطة الأول نعم حتى هذه اللحظة لم يتغير شيء إنما تغير رأس البعتة برأس آخر وبقية البعتة بباقي كما هي وبعتوا لنا برسالة سيئة الحقيقة تحتاج إلى رد قوي من المؤتمر وطني عام ومن مؤسسات المجتمع المدني وكذلك من الملتقى الوفاق